هل السياسة الخارجية الروسية يمكن أن تحركها طهران في خصوص العراق مثلا؟ لا روسيا تتعاون مع كل من العراق وإيران في آن واحد وقد مسواء روسيا تنظر لكثير من الدول كدول شريكة لها ولكن من المستحيل على إيران أن تؤثر الخارجية الروسية بشكل من الإشكال لأن تفكر بمصالح روسيا قبل كل شيء فهذه الرغبة لدى العراقيين في تطوير علاقات التعاون مع روسيا ليست إيران سببها أبدا ولكن كيف يمكن لموسكو أن تلعب دورا مؤثرا في العراق والقواعد العسكرية الأمريكية موجودة السماء تسيطر عليها الولايات المتحدة لها دور في تشكيل القوى الحاكمة داخل العراق فكيف لموسكو أن يكون لها دور في ظل ذلك؟ كما قال المتحدث قبل قليل توجد مشروعات كثيرة ما بين العراق وروسيا وحتى توجد استثمارات متعددة من قبل روسيا في داخل العراق يبدو أنه الآن رغم وجودهم العسكري في العراق ليست لديهم استراتيجية واضحة حول مستقبل هذا الوجود وأيضا هم غير نشطين في تطوير علاقاتهم الاقتصادية مع هذه البلاد الرهان كان لدى أمريكان على تقسيم هذه البلاد أنا أتذكر مجلة تايم في سنة 2014 قد صدرت بغلاف كان مكتوب عليها أنه خلص العراق كدولة قد انتهت وروسيا انتقدت هذا الشيء وهذا التوجه روسيا انتقدت مشاريع وخطط أمريكية بتقسيم العراق كما هو بتقسيم سوريا وتقسيم دول أخرى في الشرق الأوسط فأيضا العراقيون يعرفون هذا الشيء من زمانهم لازم يسقون بأمريكا ويسقون بروسيا ويريدون يكون لها دور أكبر طيق